الهلال اليوم قدم درس في فن كرة القدم درس قاسي للفريق النصراوي كانوا نزل الملعب بيقول هنعلمكم كرة القدم اليوم من جد كرة في فن العداد النفسي شوف كيف الهدوء متعة كروية المشاهد العادي إلا ما العلاقة في الهلال النصر بتفرج اليوم استمتع بفريق يقدم كرة قدم حديثة على أعلى مستوى سجل الهدف الأول شوف التكتيك شوف إيش جارديم والهلال بعد جارديم التحرر اللي حصل في لعب الهلال المرونة التكتيكية شفتوا لما كنا يتكلم اللعبين استاتيك ما في مرونة تكتيكية مع جارديم اليوم العكس مع هذا المدرب مع دياز شوف لو تسالت لعبة الهلال قال لهم ألعبوا ألعبوا استمتعوا كل واحد يخرج ما عنده طبعا في إطار تكتيكي معين بمعنى لما نتكلم على كاريلو يمكن أبو جود قبل يقول كاريلو انتهى يا جماعة أنا تذكر ذلك جاوبت قلت له مدرب في مدرب يجيك ويمكن كابتن وليد يعرف هذا كلام مر عليه في مدرب يجيك يحجمك يقولك تتحرك في الأمتار هذه تتحرك في الأمتار هذه هذا ما عنده هذا الكلام شوف لعب لما استلم الكورة كاريلو مثلا أو كيلار فيهم اليوم ستة والثمانية شوف التحركات اللعب الحلول يما يتفضل المبدع الكابتن وليد اليوم على الحلول التحركات لاعب الهلال اللاعب السلم الكورة عنده أربع خمسة خيارات في التمرير في التغيير اللعب تاك 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 حقيقة عمل جدا رائع الهدف الأول اللي سجلوا الهلال اليوم غير شكل المباراة النصر يبيع عبزون ديفينس تمام؟ وهجمات مرتدة الهدف الهلالي لخبة طلاوراك ايش اللي سار؟ النصر بدأ هاجم شوفنا الهلال العكس سارة المباراة شوف شوف الفكرة الإدارية الوعي الكبير لدى اللاعبين شخصية اللاعبين رجعوا شوية تعالوا تاك مرتدة تاك مرتدة سجلوا وضيعوا أهداف بالكوم من هجمات مرتدة في ظل فوضى تكتيكية في الفريق النصراوي واضح مدرم مستسلم قاعد يتفرج فريق غير معد نفسيا شاهد معظم اللاعبين في مستوى سيء جدا أن سلموا للمباراة الثانية على التوالي كأنه قاعد يلعب لوحده